موسائل فل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناتنا مين الماجد يارب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على اعجابكم ورضاكم واهم حاجة تكون سهلة عليكم في التنفيذ النهاردة بقى هعمل لكم وصفة جميلة جدا 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 النهاردة هعمل لكم الدرة المقلية والحمص المقلي هعمل لكم قرمشات الافران المحمص والتسالي هعملها لكم بحاجة بسيطة جدا وبطريقة مضمونة مية في المية وتطلع معاكم قرمشة ومحمصة كده وفظيعة جدا جدا انسوا بقى اللب والسوداني والكراتير والحاجات اللي هي يعني التقليدية وتعالوا نعمل بقى الجديد الحلو الجميل جدا جدا النهاردة هنعمل كذا نوع من انواع المقرمشات وهقول لكم ازاي تعملوها كلها وكمان لو مش حابين تقلوها هقول لكم بديل القلي يعني النهاردة هنعملها بزيت ومن غير زيت خالص كل ده هنعملو النهاردة بس لو لسه ما شاركش في القناة اتمنى تدوسوا على كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الاحمر وتفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس بتنسوش بقى لايك وشير وما تنسوش بقى تعملوا انتساب في القناة ويلا نبدأ ونشوف هنعمل اين اول حاجة دي ده اول نوع من انواع المقرمشات اللي هو مقرمشات الدرة الصفرة تقدروا تعملوها بتلات حاجات اولا الدرة الرفيعة اللي انتوا شايفينها دي او الدرة العريضة اللي هي بتاعة اللي بتتشوي دي اللي هي بنكلها وتقدروا تعملوها بالحمص الحمص الناشف الحمص اللي بنعمل منه حمص الشام مش الحمص اللي بنعمل منه المكسرات اللي هو بيبقى على بعضه كده مش مقسوم هو ده اللي احنا ممكن نشتغل بي يعني عندنا ثلاث انواع من المكسرات المقليات او المقرمشات ممكن نعملها الدرة الرفيعة الدرة العريضة والحمص اللي هيمشي على واحد هيمشي على التلاتة يعني هنعمله في واحد هنعمله على التلاتة القول يجب أن نقع الخمس كانت النقاط نقع أ firmاء الم بعد المذها من الماء نغلي بقى مية على النار ونزل فيها الحمص او الدرة الرفيعة او الدرة العريضة اللي احنا نقعناهم لمدة ساعة. ولازم البقوليات ننقحها لمدة ساعة قبل ما نشتغل بها عشان بتبقى فيها مادة مش كويسة بتعمل التهابات كده في القولون. فاحنا لازم نعمل الحاجة القديل حركة دي صحية جدا. وفي نفس الوقت يا جماعة بتطري معايا البقوليات فبتخليها متاخدش وقت في السوى وتطلع قرمشها معنا. بعد ما احنا بنسلقها بنسيبها يعني في حدود من ساعة لربع ساعة على نار متوسطة. لحد ما توصل معايا للشكل اللي انتو شايفينو. ابتدي احس ان هي لانت معايا. اصفيها من المية خالص وبعد كده انقحها في مية ساعة واسيبها تتنقع في حدود كده نص ساعة على بال بقى ما انا اجهز الحاجات اللي انا هشتغل بيها. الكلام ده هيمشي على كل المقرمشات. يعني لو عاملين الحموص هتعمله بنفس الطريقة. لو عاملين الدرة الرفيعة نفس الطريقة. الدرة العريضة نفس الطريقة. كل الفكرة بس حاجة واحدة بس اللي هو هيبقى اختلاف. ان الدرة الرفيعة دي بتاخد اكتر وقت في السوى. يعني لو قلنا كده بالتقريب هنقول ان الدرة الرفيعة دي هتاخد معانا ساعة كاملة. الدرة الرفيعة دي هتاخد معانا الدرة العريضة هتاخد معانا ساعة لربع. الدرة الرفيعة تاخد معنا ساعة كاملة على البوتاجاس الحموص بياخد نص ساعة كده الوقت المزبوط كده احنا بقى صفناهم وزبطناهم وسلقناهم وغسلناهم ونقعناهم وعملنا كل حاجة خالص نبدأ دلوقتي نعمل التدبيل والكفر ودول حاجة مهمة جدا وركزوا معي في الخطوات اللي جاية وكل ما حطش لايك يحط لايك دول فيديو وانتبعيها محتاجة كوبيتين من الدقيق واي نوع دقيق ما عنده مشكلة دي متعدد لاستخدامات عليهم نص كوباية من النشا دي حاجة على الجنب كده وتيجي ناخد التوابل بتاعتنا نص معلقة من كل حاجة من اللي انا حطها تون بودر بصل بودر ملح وفلفل وعندي شطا وبابريكا نص معلقة صغيرة نص معلقة كبيرة او معلقة صغيرة من كل البهارات دي ونبدأ نحنا نقلبهم كمان ممكن نحط نص معلقة من الكمون المطهون بيدي طعم وريحة جميل جدا جدا البابريكا بتدي طعم حلو قوي في المقارمشات بالذات يعني الحاجات دي زي كده بنقلبهم جدا جدا وتأكد ان كل المكونات تقلبت مع بعضها زي ما قلت لكم مفرقش مع نوع دي بس يفرق جدا ان انا حط نص كوباية من النشا لان النشا بقى هي اللي بتدي القرمشة وفي نفس الوقت بتخليها متشربش الزيت سواء هنقلها في الزيت او هنعملها بالطريقة التانية اللي انا هقول عليها في كلا الحالتين مفيش اي مشكلة كل الفكرة بس ان انتو تركزوا معايا هنعملها ازاي قلبنا المكونات كويس جدا هنجيب بقى الدرة بتاعتنا الوفيعة او العريض او الحمص وهنجيبها جوه طبق بلاستيك كده عشان نقدر نتحكم فيها ولازم تكون منادية شوية يعني متكونش ناشفة خالصة تكون فيها شوية سنة مية كده ليه عشان لما احط عليها التدبيلة دي او الكوفر ده يمسك بقى فيها يقفش فيها زي ما بقول ازاي هنخلي يمسك فيها ان احنا لازم نكون منادينها كده مدينها سنة مية كده صغيرة بس متكونش ملولة قوي علشان متلنش معايا ومتشبكش في بعضها هنحط التدبيلة بتاعتنا ونفضل نقلبهم كويس لحد ما حسي ان الدرة بتاعتي كلها تغلفت بالكوفر ده وبعد كده بامسك مصفة تكون ديقة فتحتها ديقة خالص وابدأ ان انا انخلهم او ممكن ما انخل يعني ونبدأ ان احنا ننخلهم كويس لحد ما يوصلوا للشكل اللي انتو شايفينه ممكن نحط التلاتة مع بعض الحمص مع الدرة الوفيعة مع الدرة العريضة كلهم ننزل بهم في الزيت اهم حاجة الزيت يكون غزير رقم واحد درجة حرارة تكون متوسطة رقم اتنين ما يكونش على نار عالية دول تلات حاجات اساسيين علشان يطلع معاك الوصفة يعني كويسة جدا الكوفر لازم نستنى عليه شوية يعني بعد ما نحطهم في الكوفر ويمسك فيهم الكوفر كويس جدا اسيبهم على الاقل خالص نص ساعة جوه التلاجة عشان اتأكد ان الكوفر مش هيفك مني لما انزله في الزيت ولما نيجي نقلي ما احطش كل الكمية مرة واحدة انا بحط في حدود مثلا نص الكمية وبعد كده احط النص التاني ولو انا عندي وقت كويس يعني ممكن اقسمهم على كذا مراحل كل ما اقسمهم اكدر كل ما اتأكد ان كل الحاجات هتبقى تمام اهم حاجة ما تغطيهاش وانت بتشتغليها عشان غلط جدا انك تغطي الزيت وهو في الدورة دي وانت بتشتغلي فيها ثانيا ما تكونش النار عالية عشان ده برضو مش تمام يعني ممكنني زيكي يعني فتخلي بالكم الحتة دي دي الطريقة الاولى والطريقة اللي بيعملوها في المقلة يعني طب تيجو نعمل طريقة صحية وجميلة وفي نفس الوقت تبقى حلوة جدا نجيب ورقة زبدة ونحطوهم ونرسوهم عليها وندخلهم تحت شواية الفورن وهطلعوا معنا بالشكل الزريف اللي انتوا شايفينه كده يعني موضوع سهل ووسيط جدا جدا اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسوش بقى تشاركوا في القناة تفعلوا جرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير اهم حاجة اللايك بقى وشير عشان كل الناس تشوفها وكومنتاتكم الحلوة الجميلة شكرا للناس اللي بتنتصف في القناة وابتدعمني تحياتي لكم استنوني بقى في وصفات كتير جدا من التسالي وحاجات حلوة جدا عشان نشجع الولاد عن مذاكرة الفترة اللي جاية تحياتي لكم وبالفة هانا وشفا واشوفكم دايما يا رب على خير وراي شكرا لكم شكرا لكم